تطوع الهدف الأساسي من التطوع هو الاحتسام هذا أول شيء ثانياً نعزز هنا قدراتهم وننمي قدراتهم وفي ناس ما عندهم يعني ما يعرفون إش المهارة اللي فيهم يستغلون أوقات الفراغ سبحان الله الناس اللي ما تعرف إش المهارة اللي فيها لما تجيز تطوع تعرف إش المهارات اللي هي عندها المهارات المتفونة الأمانة أنا أسمي غداء نطوع هنا احنا في شيء يسمى نعين ونعاون فاحنا نعين الناس ونعاون نطاقم العمل برضو على فعل الخير ونتنظيم وترتيب يعني نحاول ندير المكان ويطعب أفضل وجه وأفضل صورة نوري صورتنا مملكة عربية السعودية كيف نحن نعين السياحة ونطوّف سياحتنا هنا في مملكة عربية السعودية هدفنا نتطوع خدمة للمجتمع نحن من جمعية العمل والتطوع نحن نشارك في موسم الشرقية والأقبال الكبير ما شاء الله على كورنيش الدمام والمهرجانات كاملة للموسم الشرقية وننتظر باقي الموسم نشوف الفعاليات كمتطوعين نبغى نسبت جهودنا وننظم المهرجان بحيث أنه تكون الفعاليات والمهرجان تنجح بأدغط النجاح يعني ما هو أي نجاح نحن نطمح دائما إلى أكثر النجاحات طبعا اللي نحن محتاجين بس أنه العوائل والأفراد أنه بس يتجاوبون معنا مثل نوجههم إلى المسارات الصحية ونحن كلنا ندعم لهم نقدرهم ونحترمهم ونبغالهم إلى الأفضل يكون خالص وجه الله سبحانه وتعالى والشيء الثاني يكون تعزيز للوقت وتعزيز للذات والشيء الثالث يطول العمر اللي هو نشغل وقت الفراغ المتطوعين وقواتنا المتطوعات ويكون التنظيم هنا للعوائل والعزاب وزي ما أنتم شايفين وأشكر جميع الجهات المنظمة ويعطيكم ألف عافية يعني راقوا كذا نخلي المجتمع فرحان ونقدر فعليات أكثر وإحنا طبعا مسويين كأكثر من منطقة مو بس هنا بالدمام وكل كرنيش في فعالية وكل ثلاث أيام في فعالية إن شاء الله أن نقدم شيء حلوح للمجتمع اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر